يتكلم هنا على الانتجاهات الناشئة في الطب النانوي التحديات والانتجاهات المستقبلية هنا يتكلم على أن أدارك وعلاج الاترابات العصبية التنكسية والنفسية العصبية يمثل تلات تحديات رئيسية وتشمل هذه التحديات لمرة واحدة غياب أدوات التشريص أو متقدمة لكشف المبكر عن المرض وبهذا المعنى يمكن استقدام الجسيمات النانوية لبناء أجهزة استشعار حيوية عائلية الأداة لتكشف على المؤشرات الحيوية في المراحل المبكرة من التشخيص زي ما قلنا إن إحنا باستخدامها عبا كده في التشخيص وقلنا هذا الكلام عبا كده إما كعلامات مكبرة لزيادة الأشارات أو كخيار عملي لتسبيت عنصر التعرف الحيوي وعلوة أنها لزالة ممكن للتقنيات التصوير أسريري بواسطة الجسيمات النانوية وتوفر مراقبة تراكم البروتين الموضوعي مما يلعب دورا تكمليا في تشخيص أمراضك لهذا العصب المركزي النمرة 2 محدودية الأدوية في عبور الحجز الدماء والدماغ بشكل فعال مما يستلزم تطويق استراتيجيات التغريف كما تمت منقشه في الأقصام السابقة النمرة 3 القصور في إدارة الأمراض الشخصية لاتخاذ الكرارات في الوقت المناسي في العلاج بيحدث التقاطع بين الطب الشخصي والطب النانوي في كل من المجالات التشخيصية والعلاجية على مستوى التشخيصي بالإضافة إلى استخدامها لإستكشاف حالة أهداف دوائية محددة فإن تقنية النانو مفيدة أيضا للنهج الجيني للدوائل واختبارات المختبرية والحيوية في المجال العلاجي يمكن لتقنية النانو الطبية تصميم أدوية بناء على ظروف المريض الفردية يعني ممكن بيصمى مدورة خصوص لزروف الشخص نفسه وفي الحقيقة هناك جانب مهمة بتتعلق لإنتاج الجسيمات النانوية الحين أنه من السهل الحصول على جسيمات النانوية مستقرة على النطاق صغير فقد واجهت العديد من الشركات صعوبة في التوسع واستطرار التصنيع على النطاق واسع والواقع من زيادة حجم الترتيب من النطاق المختبر إلى النطاق الصناعي بطرح العديد من الصعوبات نصر الحفاظ على قابليات إعادة الإنتاج العالية والتجانس وتحكم في الخصاص وبشكل عام بتبرز تقنية النانو باعتبرها وسيلة أساسية لتنفيذ نهض الطب الشخصي ومع ذلك أنها تواجه تحديات بما في ذلك شكل رئيسي متعلقة بالسلامة وقضايا قابلة للتوسع وفي الآخر الاستنتاجات أنه تم تخصيص جهود بحسية البيرة اللي تكشف عن استراتيجيات مبتكرة لتوصيل الأدوية العصبية اللقية للدماغ وإن التحايل عن حجز الدماغ الدماغي عشان بيخترقوا مش هي حاجة بتخترقوا وتحقيق تركيزات عالية من الأدوية الداخل الدماغ أمر صعب للغاية وتعد التقنية النانو واحدة من أكثر العسلية الفعالية لمواجهة هذا التحدي في هذه المراجعة قمنا بتجميع الدراسات الحديثة حول تطوير الجسيمات النانوية لتوصيل الأدوية للدماغ وتشخيصها فيما في ذلك الجسيمات النانوية الزهبية والبوليمارية والمعدنية وقد تم تقديم أمثلة للأدوية الطبيعية والاستناعية محملة لجسيمات النانوية لعلاج التنكس العصبي والنفس العصبي للجانب الجسيمات النانوية المغناطيسية لتصوير الدماغ يعني هو بيوصل أدوية وبيشخص وفي نفس الوقت بيصور الجسيمات الننوية المغماطسية بالأخص دي هي لبتستقبل في التصوير كما تمت ملاقشة استراتيجية وظيفية للجسيمات الننوية لتعزيز النقل النشط عبر الحاجز الدموي والدمائي بما في ذلك ذات الأجسام المضادة وعلى الرقم من التقدم الكبيرة المحرز في مجال تقنية الننوية لتعزيز الاستراتيجيات الشخصية والعلاجات للإضطرابات العصبية والنفسية والعصبية في أن دمج الطلب الننوي في هذه الدراسات لا يزال مشكل تحدي مستنى قلنا أنه ده تب حديث مشكل تحديات ومشكل نوع من الجدل لأنه في ناس معاه تماما وفي ناس بتبعى ضده وبتشكك فيه وهيظهر مع الزمن حقيقة هذه الأمور مع السرعة